أهلا أحبائنا مشاهدين كيف نقترب إلى الله كل الديانات تدور وتتمحور حول شرائع وعقائد وتقوس وفرائد وتحاول أن تقود الإنسان إلى الله أما المسيحية فتختلف عن سائر الأديان فالمسيحية هي ديانة طبعا ومش بس ديانة هي حياة من خلال حياة المسيح فالمسيحية تتمحور حول شخص حي الرب يسوع الحي المقام من بين الأموات القادر على كل شيء يقدر أن يغير وأن يحرر الإنسان يقدر أن يكتب الأسماء في سفر الحياة وأيضا المسيحية أحبائي هي يعني تعلم أن الخلاص هي مبادرة إلهية مش الإنسان بيسعى نحو الخلاص ولكن الله هو الذي أخذ زمام المبادرة فالمسيحية تنادي بكل بساطة أن إله الكتاب المقدس هو الإله الحقيقي الوحيد لا شريك له ولا توجد أي آلهة أخرى أمامه والمسيحية تنادي أن الكتاب المقدس هو كلمة الله الحية الموحى بها ولا يوجد أي دستور آخر أو أي مرجع آخر إلا الكتاب المقدس ثم المسيحية تنادي أن المسيح هو الطريق الوحيد للخلاص هو الطريق الوحيد إلى السماء وهو الطريق الوحيد إلى الحياة الأبدية وهذا ما يميز المسيحية عن سائر الأديان فكل الأديان من كلمة دين ريليجيو من اللغة اللاتينية الأصلية هو ما يربط الشخص في قوة عليا فدائما كل الأديان تحاول أن تربط الإنسان في قوة عليا الله إما عن طريق الجهاد والعمل والمكافحة عن طريق الصوم والصلاة وعن طريق الأعمال ولكن الله قدوس كيف نصل إليه وكيف نستطيع أن نرضيه وكيف للإنسان المحدود أن يرضي الله الغير محدود بأعمال صالحة لذلك أحبائي فالمسيحية تنادي أن الخلاص هو مبادرة إلهية ابقوا معي سأواصل حديث بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة